في إطار مؤازرتي للمشتكية والتي هي أم لرديعة هذه الرديعة التي لا يتجاوز عمرها شهرين حيث أنها الخادمة هذه المشتكية حاولت إزهاق روح الرديعة وذلك حسب الإفادة الموكلة ديالي التي هي أم الرديعة بأن خادمتها حاولت إزهاق روح الرديعة ديالها التي لا يتجاوز عمرها شهرين وذلك بإطباق اليد على عنقها إلا أن الألطاف الإلهية حالت دون إكمالها لهذه العملية لعملية إزهاق الروح هذه والقتل بحيث أن بجرد سبعها الصوت ديال الباب ديال الشقة كي تفتح تراجعت على الفعل وكل شيء وبالتالي فإن الأمر يشكل محاولة من أجل القتل باعتبار أنه لا وجودة لعنصر العدول الإرادي ومن خلال كذلك حسب الأقوال ديال الموكلة وحسب تصريحات ديالها كي تبين بأن هذه الخادبة التي جاء من مناطق ديال الأطلس أنها كانت محردة بواسطة وحد السيدة لي الله جاءت سكنات كترت شقة إلى جانب الموكلة ديالي بحيث أن هذه المدة ديال الكرة لا تفوق عشرون يوما وكترت شقة هذه وبالتالي فإن هذه السيدة هي التي حرضت الخادمة على ارتكاب هذا الفعل هذه السيدة هي التي حرضت الخادمة على ارتكاب هذا الفعل وكذلك وفق ما أسرت به الخادمة لموكلتي التي هي أم الرضيع أن هناك السيدة أخرى سبق لها أن حضرت بمرأب الإقامة بواسطة سيارة الفخمة ومرتدية الخمار بحيث لا يظهر إلا عينها وطلبت منها أن مدتها بقنينة تحتوي على سم وطلبت منها وضع هذا السم وخلطي بحليب البنت من أجلي جعل حد لحياتها وأن هذه الواقعة أنا دائما أتحدث وفق ما ورد على لسان موكلتي التي هي أم الرضيع وتحدث كذلك بناء على شريط فيديو اللي مصور بحيث أن الموكلة حسب الإفادة كانت دائما فيما كتدخل الدار كتلقى الرضيع كتبكي وكتسأل الخدامة لماذا البنتي كتبكي فخامرها نوع من الشك وصورها نوع من الشك مما جعلها تشغل الكاميرا الهاتف ديالها النقال باعتبار أنها كانت ملزمة للخروج إلى الصيدلية التي هي بقرب المنزل فشغلت كاميرا ديالهاتف ديالها النقال بحيث أنها بواسطة هذه الكاميرا قامت برصد هذا الفعل الجرمي وبالتالي فإن الموضوع فيه العديد من العناصر اللي بقمت بيناتش واللي كنا بين يدي العدلة وأنتم تعلمون أن التحقيق هو سري وتعلمون بسرية التحقيق ونحن لا نملك الحق بالبوحي عن أي شيء فيما يتعلق بالتحقيق كيبقى أنه الأصل كذلك الأصل دستوريا ولا وفق القانون المسترى الجنائية هو البراءة إلى أن يتبت العكس وبالتالي فالتحقيق من شئله أن يبين العديد من الملابسات اللي دائما أنا تكلمت على الوقائع في حدود ما صرحت به موكلتي وبصفة عامة حول هذه القضية هذه هذه الرضيعة التي تعرضت من طرف الخادمة لمحاولة القتل والشيء الآخر ما يمكن أن يتشت صرح بخصوصه الخادمة الآن نراها الميلف معروض حالياً أمام السيد الوكيل العام أمام السيد الوكيل العام الماليك والذي يقول الكلمة فيه ولا شك مما لا شك فيه أن الميلف سيحال على السيد قادي التحقيق وذلك من أجل إجراء تحقيق معمق في الموضوع وعلى اعتبار كذلك أن محاولة القتل فيها التحقيق إلزامي وبالتالي مما لا شك فيه أن الميلف سيحال على السيد قادي التحقيق هذا هو الإجراء اللازم